موسيقى بيرصيدوا مشوار مليان بالنجاحات أكتر من 45 سنة من التجدد والإبداع بيتميز بأداء استثنائي وعميء بيتمتع بالقدرة هائلة على إيصال الشخصية بكل أبعادها هو من عشاء الشخصيات المركبة بيمتلك كاريزمة فريدة وموهبة توجدتوا نجمة كبيرة بعالم الدراما حاضر بكل البيوت العربية من خلال عشرات الأدوار يلي قدموا على المسرح بالسينما وبالتلفزيون فييز قزك من قدك موسيقى يحبك العالمي يجيل لك في طحوال مرحباً يفضلت شكراً لكم أهلاً وسهلاً بك ما هذه الرائحة العطيرة؟ خليلي ياكل يحتكل 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 الشباب الحلوين ها ربع وعشرين سنة تحكي بمقابلاتك بالفصحة ايه؟ صح؟ صح وين غلط؟ لا ما في غلط اليوم اليوم بدنا نكسر القعدة خلاص كسرناها معك ونحكي بالدرج عند سؤال حسر فضلي ليش بالفصحة؟ لأن حياتي كلها تكنت بالمسرح والنصوص مسرحية مكتوبة للغة العربية أو اللغة الإنجليزية الفصحة نعم، فكانت الأمور دائماً بعلاقة مع اللغة، قواعد اللغة، التصريف النحو إلى آخره فهذا هو السبب اتنين اللغة حلوة جميلة جداً، اللغة العربية أو لغات العالم كلها الفصيحة دائماً منها جميلة يعني هستي كيف؟ أنا بتعبر فيها إمكانية التعبير أفضل وأكثر مفهومية للناس حياتي كانت مع اللغة العربية، مع الكتاب، مع القراءة من الأول، رح فط لك بكلمات، اسألك عنهم إذا رح تعرف معناتهم أوكي أوكي، صدقني أنا وكتعرف معناتهم طبع هلا أنت طبعاً آمي وتقافي شو معناتك كلمة عصبصب مش قطبطب عصبصب غير شي هاي عصبصب يعني مو عصبي أكيد لأ يعني هذا ممكن يكون شديد الحرارة أو الحر صاح برافو حبيبتي طيب عصبصب حار وشديد الحرارة طيب الجلجال يعني هو قريباً لكلمة يجلجل يعني أصوات كثيرة أو شيء من هذا النوع قوية برافو بدي أخذ عشرة على عشرة بعد في كلمة أتفضل أنا هذا أنا مو سيباوية آآ بس يعني هذول المرات معي هذه الكلمة الأوقص لا هاي تحولني هاي آآ الأوقص هاي معا شو هي قصير القامة آآآ وعا تفكر وعا قصير العنق عفواً وعا تفكر أنه من سقافتي يعني جبتها لك الإعداد آآ آآ أندريه ورا آآ لا آآ تاخد تسعة على عشرة يعني ماشرة شكرا لما مسكت الصرصور آآ أغمض عينيك صح هالمشهد كان كتير قوي نحكى كتير عنه تعلق كتير عليه عالسوشال ميوتزا وينما كان بالمقابل رفضت طعبط يعني ابن بنتك والمشهد كان قوي آآ ليه؟ هذا الرجل يعني عاش حياته فقير ودرويش آآ كتير مهان بحس حاله مثل آآ دودة صغيرة هيك بها الحياتة كيف يعتقد أنه ظلم من الكل تم ظلمه من الكل فقرر يعني بات له نفسية هاي نفسيته الكتير عدوانية مش عدوانية كتير ضبية يعني ضب هلكون كله اللي بيعتقد أنه ظلمه بيعتقد أنه هو أقرب إلى الحشرات الليلية قريب منها فلن بشوف الصرصور بيحامل يشكيله طب كيف بتركب هيك شخصية أستاذ؟ هلأ مو بس أنا اللي بركبها حقيقة هنخلي يعني نحكي تكتب أولا ثانيا ترصد من خلال الإخراج ومبادرة الممثل التاتي يعني هاي مسألة كتير هذول التاتين اللي بيعملوا هاي اللقطة اللي شفتيها نعم ودائما في اتفاق أنه هذا شو صفاته شو سلوكه شو العقلية تابعه شلون بيفكر شو العيش تابعه بمعنى المادي الاقتصادي هذا إجرت الأمور بطريقة وكأنه لم يحيا يعني فيه ناس بتجي للحياة وتروحوا كأنه لم يكن عايش بظلمة عقلية دماغية اللي نقول مهضوم حقه بها الحياة يرى بأنه هو وضعه متل وضعه الصرصور فبالتالي أي إنسان ممكن يكون مرفوض بالنسبة له بما فيه المصيفة تبعه مصيفة بنته اللي ترك تركت البيت وتزوجت الإنسان بتحبه هو مراضي عنه فنتاج هذه البنية اللي طلعت عن شعره طاوعه بالضبط هذا الطفل أنا ما بديه ما بديه خلص ما بديه ما فيه بالحياة ناس بيهجروا أولادهم بلى ما فيه بالحياة بيحبوا ربوا حيوانات وبينسوا أولادهم بلى طيب يعني هاي الحياة يعني الطفل هي السلوك ومش شرط يعني أنا ربيت جرو ترك ابني أو بنتي لا لكن فيه أحيانا تعقيدات بتوصل بعض الأشخاص لهذه المرحلة هاي حدرتك عندك ابن وحيد الله يخلي لك ياه هاي العلاقة بين الأب والابن تمرق بمراحل كتيرة بالحياة بطلعات ونزلات أمرار بيتميها بيرجع بيرفضوا بيرجع بيتميها بيرجع كيف بتوصف العلاقة؟ علاقة الأب اللي فيك مع الأب أنا بالنسبة لي ما كنت الأب يعني بمعنى البابا هذا اللي طبيان أو شيء منه بالعكس كان في حالة ود مع كونه طفل كنت يعني إلعب معه يعني صير أنا الطفل مو يشوفني بارضا فكاني نادي لي فائز آآ أوكي يعني نطفه تفائز ليك ولم تداي مني إلا لأمه يعني ماما ليكي هذا يعني هذا يعني يعني مو بمعنى الاحترام وعادة الاحترام لا بمعنى أنه صديقه بالبيت يعني كيف؟ كيف منك؟ هو يعني أخذ مني الفصحة يمكن يمكن أي هو اللغات معه لغات بس تصور أخذ مني شوي تنظيم حياته يعني هو شخص منظم نعم وكتير جدي بعلاقته مع شغله نعم وهذا الشي بسعدني وإله حيزه الخاص اللي في بعض الأشياء قد لا يشي بها إلا لوالدته يعني أنا لا أعرف هذا الشي هو محب للجميع وصديق لكتير الناس بحوالي بالشغل وهذا أمر منيح خاصة أنه بلش بالشغل مع الأجانب بسبب هجرتنا إلى مكان تعين عن بلدنا فقدر يركب تلكيبات صداقية كتير لطيفة سعيد هو فيها في شي مش قيل له إيه عبيلك تقول له إيه أول مرة عن هو لا بقول له دايما بحبك ولا بقول له بحبك حبيبي بمسلسل كسر عظم كان بالجزء الأول كان دورك أساسي أبو ريان بالجزء الثاني تغير الكاتب والممثلين طائم العمل ورجعت بدور الثانوي ليش قبلت؟ الواقع كان فيه رغبة بإني ما تابع هذا الإنسان ليوصل بنهاي الجزء الأول إلى الشيء ليوصل له يعني فقد أبنائه فقد زوجته الحياة هو انتهد لكن الشباب الموجودين بالعمل الكاست الجديد يعني ألحوا إنه لا لازم تكون موجود معنا تقولون أوكي شريطة تقولون إنه ننهي بالخلص خلص ممكن عصر الشخصيات نعمل منها أجزاء حقيقة وأنا ما بحبين مسألة يعني أنا كممثل يمكن عادة المسرحية بتنتهي انتهت ممكن تعرضيها أوكي بموسم ثاني بس تنتهي ما فيه إلى جزء ثاني وثالث ورادة صحيح فبهذه الطريقة لا ألحوا على أنك دمن؟ لا من دمن؟ لا لا على الأطلاق الشباب طيبين مهمين لطيفين تحياتي إلهم تحياتي للشركة اللي أنتجت بالمرة الأولى والثانية لا هذا شيء ما ممكن أنا أندم على شيء ساويته خاصة إنه ما كان إجباري بالإجباري أو جبر لا بهذا المسلسل بالزيد بتقول إنك بتخرج عن الناس خرجت عن الناس أمتين بتخرج عن الناس أنت عم تمثل؟ مو قبيرت بخرج الواحد أولا فيه شغل الورق يعني إنتي عم تشغلي على الورق على طاولة شغلك هذا تصبيق جملة إيقاع جملة موسيقى جملة تبديل عبارة بعبارة تسبيق عبارة أو كلمة على كلمة أخرى كل هذا الشيء شغل الممثل يفترض يكون على الطاولة بتيجي بعدين الحوار مع المخرج نعم يعني أنا هاي الكلمة هاي العبارة إلى آخر هي كي بدي كون كي بدي أبدو سلوكها العلاقة بسلوكها العلاقة بوضع الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي إلى آخرين إلى أن تلملم هاي الصفات مع هاي الدراسة بيكون في شيء ما عم يتكون هي خلق الشخصية الأحساس فيها تقريبة منك يعني أنت بمثل ما منقول بديماشق منقول عمر الرشيلة إمبوز دجاجة باللبنين بيقولوا عمر الرش بهر وملح ضد ضد فهاي الشخصية بيصير في عندك إحساس فيها شميم هاي الشخصية جواتك كل هذا الشيء بتم مع أيضا الشخص اللي عم يصور الشخص اللي عم يمكياج الملابس كل هاي حوارات عم يتم إلى أن يتكون هذا الشخص اللي منشوفه بالنسبة لي يجب أن يكون مخلوق كامل متكامل حتى بعيدا عني يعني بعيدا عن شكلي مو شكل من الناحية المكياجية الظاهرية لا حتى من الناحية النفسية يعني كل إنسان بيع الحياة له بصمة صح فما بالك بالبصمة الروحية البصمة الروحية لا تتشابه بين إنسان وإنسان آخر ببصمة عين بصمتها أوكي مادة هاي لكن البصمة الروحية لهي الشخصية يجب البحث عنها دوما بشكل مهم وطريف وجميل بحيث أنه نحس أنه إنسان مستقل عن الممثلة اللي عم اشتغلها ومستقل عن شخصيات سواها وهذا أمر دائما أنا حريصة عليه وهذا قادم من المسرح حبيبتي حبيبتي بمعنك عم تحكي عن البصمة البصمة اللي تركتها بمسرحية المرحوم شو صار معك بها المسرحية؟ انت عم تذكريني بشغلة قديمة كتابة ايه شو صار معك؟ بس صار معك شي كتير مهضوم هذا مظبوط كنا عم نخدم جيش شباب صغار تخرجنا من المعهد وعم نخدم جيش بالمسرح العسكري كانت الخدمة يعني نعم فكننا عم نعمل المسرحية المرحوم اخراج الله يذكره بالخير أستاذ تحياتي له ومجموعة من الشباب تخرجوا حديثا المسرحية عبارة عن إنسان اللي هو أنا بيموت على سكة القطار اوكي زوجته وأصدقاه والناس القريبين منه بيبدو تقاسم السروة فالمهم بهالفترة اللي عم يتقاسموا في السروة بيعود هو بيطلع شخص آخر اللي ميت مش هو وبيبدأ بيرصد ما يجري ببيته من تقاسم لثروته من زوجته وأصدقاه فبيندهش بيطلع ومنتمم مسرحية بس بهذا اليوم كان في طفل صغير عم يلعب بالصالة يعني فلتان من أمه أهله إلى آخره اوكي شافني تخبيت بمكان ما خلف متل كنبة عم براقب الممثلين التاني لحسب الخطة ايه فركض واللي ليكو 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 ما ميت سحوي هون ليكو متخبي هون ايه فوقفنا خلاص ما عاد فيه ايه نحن اضحكنا هو ضحيكو ذي والصالة ضحكي يسفقنا لبعضنا إجيت أمه أخدته وكملنا المسرحية في جانب من شخصيتك ما بيعرفه الجمهور ما بحياته شافه ما تعرف عليه شخصيتك انت كإنسان مش عم بحكي كممثل بالتمثيل قدمت عدة شخصيات لعبت عليك عدة خطوط بس بالحياة في خط مخفى عن الجمهور هو لا شكل إنسان معقد يعني ما بتقدري تقولي حميميتي أنا هاي بكل خزينها الحسي والنفسي والبصري والسمعي وما إليه كلها يعني هي مستعرضة به شغلي بالمسرح أو بتلفزيون أو سينما لا على الأطلاق فمتى شيء بيروح وبموت مع الإنسان لا يقال هذا سرك سري صحيح صحيح ما ممكن يعني لو مهما معمر الإنسان أن يبقى في شيء ما خاص فيه قد يكون معلوم وقد يكون غير معلوم وهي مسألة لها علاقة عاد دخلنا بعالم علم النفس الكوابيس، الجاثوم، الرابوس اللي بنتابنا أحياناً الفزع، الأشياء اللي بيتخلينا هذا كلته كامل فينا فأكيد أكيد الشيء اللاوعي هو اللي بيخوفني إليه بمعنى إنه مكتوم لكن ما قادر أن أوصل له الفنون عموماً وبشكل خاص المسرح هيا إلي قاعدة أو وسيلة لضخ أكبر قدر ممكن من الأشياء التي أعلمها من اللاوعي يعني يعرفت كيف بدك إيه عدلي إيها إذا بتريد أنا بدي عيدك كنت من الجاثوم والرابوس إيه يعني هاي على مبدأ الكلمات إيه إيه ياريت تشرح لشو ده الجاثوم ورابوس الرابوس حالي متقدلة عن الجاثوم وجاثوم حلم مزعي جداً أوكي فالمسألة لها علاقة بأنه لا بدك أنت توعي كفنانة وهذا الشي يمكن أن نشوفه يعني عند الفنانين التشكيليين أكتر وضوحاً يعني بتطلع على سيلفادور داليا أو الناس اللي يشتغلوا على البواطن الشخصيات اللي قدموها بيه شوفي في شيء غريب شو هذا الشيء الغامض بيه خلينا نقول الموناليزا في شيء غامض فيه شو هي إلى آخره بتعرفي أنه أنه في شيء دائماً غامض لا يمكن لدي شخص واحد بها الحياة أن نعبر عنه طبعاً حسية الحسية إلى آخرين فأنا بالنسبة إلي أنا شخصياً أنا أقول فيه شغلات ممكن تكون لسا أنا موعيتها مكدسة لكن وسيلة المسرح وسيلة الفن عموماً إمكانية الوصول إليها بهدوء واستعراضها بأناقة وبمفهومية للناس هذا دائماً كان حلمي تعرف أنا هلأ مسحورة يعني أنا هلأ أنا عم حاورك بس مسحورة بشخصيتك حبيبتي أنا يا حبيب القلب عن جد مسحورة بهالعمق بالحديث وبهالسقافة وبهاللغة العربية قال أنا مفكرة حالي بحكي عربي يا حرام لا لا بتحكي عربي خليني أسكت أصبط بين الجسوم والكبوس اللي عم تحكي عنه شمرة نسيت دورك على المسرح لا لا حدثت كثير شو بتعمل؟ بهدأ بالبداية كنت أضطرب لما كنت صغير ففي الأربعين سنة كنت لما كنت صغير يعني أربعين سنة؟ لا يعني من أربعين سنة شخص الأصداد يقول لما كنت صغير في الأربعين سنة يعني يس يس يعني يعني لما كنت لبداية حياتي كشاب بتخرج نعم حدثت يعني دايماً على الخشب يحدث إن الإنسان ينسى ينسى نحن هناك مو روتات يعني عم تشتغيل برمجة فتحصل فكنت ارتبك لكن فيما بعد لا صار فيه رصاني صار فيه قدرة على الهدوء واستيعاب اللحظة فوراً وامططاء الخروج عنها حدث بالاغتصاب بمسرحية اسمها الاغتصاب لسعد الله والنوستى تحدث عن فلسطين نعم هون بعين مرئيسي فيه مسرح اسمه مسرح بيروت يريت يرجع ويشتغل مرة تانية إن شاء الله لأنه كتير كان مهم بالنسبة لنا كملاز يعني نسيت أنا وياه بمشهد من المشاهد الطويلة بالمسرح نسيت ثلاثين ثانية أنا وياه ما عد نعرف مين اللي نسيها الأنا ولا هو أوكي فكان الأمر بالنسبة إله كممثل محترف وإلي أنه هدأنا وبدأنا نرتجل باللغة العربية الفصحة إلى أن استدركنا الأمر وعدنا إلى المتن الأصلي للمشهد هاي ثلاثين ثانية كانت حارقة لأنه مش فترة قصيرة على الخشبة هلأ المشاهد ما بيعرف أنه نحن نسينا أي هدركي ما أسألك بطلط المشاهد ما بيعرف ما بيعرف لا نتيجة الخبرة على الخشبة يعني أنا عاد الكلام بالأربعة وثنين ما بيعرف أنه حدث نسيان ليه لأنه اتنين نحن يعني مولفين على بعض كما يقال وأصدقاء وخصوصا أنه عملنا كان دائما مشترك لكن ببداية الحياة ايه بتذكر أكتر من مرة يتم التوقف لثانيتين أو ثلاثة والإحساس بأنه الجحيم دعنا بأنه صار شيء ما طبعا دعنا دعنا تب الملقن ما في ملقن بالمسرح الحديث من زمان لكن لما كنا صغار كمان رجعنا على الصغار هالمرة بالسانوي كنا نكتب مسرحيات كنا نكتب مسرحيات ونقدمها على مسارح السانويات بسوريا هذا الملقن شاب مننا كامش المنصه قاعد وين بالكمبوشة الكمبوشة هي الحفرة الموجودة ببداية الخشبة وين بينسى الواحد بيقول له الكلمة ففعلا بيني وبيني شاب اسمه كان مأمون العبارة كان أين كنت في الأمس فاضح متذكرة للون لك متفقين مع هذا الكمبوشة أنه لما منقول أنه ناسيان أنا بس تسعر بس احنا كنت بالأمس أين كنت بالأمس واسعر ويسعر صديقي أين كنت بالأمس بس بالأخير قلت له فهمناها بس مين بيقوله أنا ولا هو فهمناها بس مين أنا ولا هو يعني أنا مين بديقولها مين لي ولا إله الدور يعني حتى ناسياني مين بديقولها طفولتك كيف كانت أنت كنت إنسان هادم وشاغب بسا كنت كتير هادم أبعلك لي أنت بتحسي هيك غلطاني يا كارين أنت أحساسك غلط غلط جدا أحساسك لسا لا لا بالبيت كنت هادم أوك كوني البكر بالبيت يعني نحن تسعك لنا كوني البكر أخز العين تسعى؟ أي أخز العين عائلة صغيرة بالبناء الزمن هيدا عائلة صغيرة من الزمن أين والله أين والله صح صح أخويتك طلعوا لهم علاقة بالفن أو شيء؟ لا في تنين من أخي المرحوم محمد اسموه طلعوا لوريس قذق ووسيم قذق فدولي طلعوا من المعهد يعني يتخرجوا بالبيت كنت هادة كتير كنت وعي أني أنا الأكبر وكان لازم أقف إلى جوار والدتي بشكل خاص يعني لأنه الشباب أجوا أولا بعدين ثلاث صبايا أوك فأنت بدك تغلي كمان معها يعني ما بتقدر تجلي وتغسل وتمسح فكان فائز يجلي شفتوا 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 رجال المسؤولين كيف بيكونوا بس بالحارة كنت شيطان كرة قدم ودنيا ولعب ايه كتبت حتى عمل فوتبول ايه بالضبط كان في حيويتنا يعني حيوية الشباب يعني عم بحكي إعدادي سانوي أوكي بعدين انتقلنا إلى الجامعة فالواحد صال لا وعي آخر ومستوى آخر من الحياة والسلوك والإحساس بأن المسؤولية اقتربت فكان لا في شيء آخر توجهت يعني توجهت كلها حيوية باتجاه على الدراسة الشغل العمل إلى آخر أدي علمتك المسؤولية مع والدتك وأنك توقف معها وتجلي تعمل أمور بالبيت منزلية تساعدها لأمك علمتك الانضباط بالضبط صح؟ بالضبط أنا تحيتي ل والدتي ولكل الأمهاب في هذا العالم أمين العمل المنزلي اللي بتكون فيه الأم يعني شيء عظيم 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 طبعاً يعني كان عندها ولد واحد أو عندهم يعني عشر أو نادر مسألة ثانية صحيح هذا الترتيب هذه الأناقة هذه النظافة هذا التدبير لهذا الطفل أو الطفلة هذا شيء عظيم ومن هون تبدأ التربية بالمناسبة لا بالمدرسة ولا بالجامعة والسانويات تبدأ من الماما من الأم فالأم هي الأساس والأم هي حجر الزاوي ببناء نفسية أي إنسان مبدع لاحقاً صح مش الجامعة ولا المدارس حقيقةً لكن هذا مجتمع كامل لما ندخل فيه بيصفي فيه تفاصيل ثانية هل هالشيء كمل معك بالبيت الزوجة؟ يعني بتساعد زوجتك؟ أنا بجلي وبمسحه وزاوي كل شيء يا عمي لا 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 يعني كيف مثلاً فيه أشي عم تنقرد بالحياة؟ أنت من اللي عم ينقردوا بالحياة؟ خلص آخر آخر مثال بدون الشباب شو لك؟ لا شباب سألهم إذا بقى بيساعدوا نسوانهم؟ ليش ما بيساعدوا نسوانهم؟ إذا كانوا متزوجين أو متزوجات يعني أكيد بيساعدوا رح يقولوا لك انصى الموضوع انصى الموضوع انتوا من الليل بدوا يخجلوا لا لا في شيء اسمه التعاون بالأخير بغض النظر أنه هذا العمل المنزلي خصصنا للمرأة لا بالعكس أهم الطباخين بالعالم من الرجال فلا في بيت بدك انت ترتبيه مع الزوجة معما هو موجود بالمكان ما بتدري تاكلي بعدين تقولي تعيشي ديها تعيشي ديها لا وهي طافخة وهي كذا عيب عم بحكيها عيب بالمعنى الشفاف والرقيق للكلمة بالمعنى مع احترامي لكل الناس صح لا بدك انت تتعاوني مع هالإنسان هذر لي انت عم تنشي معه أنا أنا زيد أعجيبة لك أعجيبة مكتوب زيد أعجيبة أعجيبة بلننشو على موضوع الفوتبول انت بتحب الفوتبول كتير بتتحمس على الفوتبول كتير كنت تلعب فوتبول انت وصغير بمباريات كأس العالم اللي كل العالم بتنطف بعضها على بلاد أصلا مننا بلادها وبصيروا يحمسون انت مين بتحمس والله أنا دايما بميل ميال ضعيف يعني انت شخ وانا كمان صديق وانا كمان هدول فريق ضعيف هدول فريق قوي واضع بتمنى هدول يكونوا يعني أقوياء ويكسروا هذا الضعيف مو من باب عدم إعجابي بالقوي لا بحب القوي والأقوياء في العالم هم الناجحون يعني حقيقة سواء على مستوى دول على مستوى أفراد على مستوى جماعات بدك تكوني قوية بهذا العالم دائما لكن بحب أتعاطف مع الإنسان اللي عما يناضل للوصول إلى نتيجة صح مجرب بالضبط صح نحن كبشر منكون حاطين فكرة براسنا وبعدين يتغيروا قواعد اللعبة بعد المرحلة الثانوية ويتكون عند الإنسان هذا الوعي كان عندي إحساس وخصوصا بعد دخولي للمعهد العلف المسرحية كان دفعة أولى كان هذا إنجاز كبير كان القرار أن يصير بين قوسين ممثل مهم وين كيف وشلون ما أعرف لكن المهم أنه الطريق كان واضح هو الخروج من المعهد العلف المسرحية بأفضل نتائج معينة فكان كل شيء مبعد عنه هذا أول انفصال عن الأسرة ومشيت بهذا الأمر بعدين طلعت وتخصصت برا بالغرب ورجعت وين تخصصت؟ ببريطانيا يعني حصلت على شهدي عليا أولى وماستر بالإخراج وتدريب ممثل ورجعت من لندن وليدس بعد مرجعت يعني كان الإصرار أشد وأقوى والمسؤولية صارت أكبر أنت رح تتخصصت ثلاث سنوات بره وجوه وكذا إلى آخرين ودخلت إلى طلابك بالمعدة عرفوا ما هؤل كان في شيء جديد أنت أستاذة محترفة بدك مع هؤلاء الشباب الحلوين اللطيفين وقادمين من شتى أنحاء سوريا أحيانا خارج سوريا بدك تكوني هالإنسان الملتزم معه لإلتزام مطلق خصوصا أني كان الهدف الهدف قاطع أن أكون في المسرح يعني ممثلاً مسرحياً مخرجاً مسرحياً مدرباً بالمسرح وفعلاً استمر هذا الأمر لعقدين تقريباً أستاذ ما عليش بدي أفتح قوسين هون عادةً ممثلي المسرح واللي بيعشقوا المسرح حتى انتبه الأجانب منهم يمكن تقول وقت اللي بيكون الممثل الباز طبعه مسرح يعني فيك تعرف من هو عم بيمثل الدراما بالتليفزيون أو بالسينما أنه هيدا ممثل مسرح لأصل فيك تعرف صح؟ طبعاً وقت اللي بيكون خريج مسرح طبعاً لما طلع يأتي على أنا شايف هذا الإنسان مرتين على الخشبة وفي السينما أنتوني هوبكنز صح يعني واضح تماماً الطريقة التي يقدم بها شخصيته فيها مستند ما فيها تاريخ ما مش مجرد أنه شكل إلى آخرين وهذا حقق إنجاز مهم جداً يعني أن يكون بسنة تقريباً ثمانين سنة بفيلم الأب ويحصل على جائزة الأوسكار كممثل يعني هاي شيء عظيم جداً لكن شايفوا على الخشبة كيف بيشتغل صح بعملين يعني شفته حضرت له بلندن طبعاً شايفوا كيف بيشتغل شايف المقافلات قارئ عنه كممثل إنسان غزير إنسان قدم الشيكسبيريات وقدم عروض معاصرة بالمسرح الإنجليزي إلى أنبات الآن أي شخصية تقدمينها مهما كانت مركبة يستطيع معالجتها وتركيبها وإعطاء شخصيات متمائزة عن بعض البعض بثقافاتها بسلوكها بوعيها بعلاقاتها ويأثر فيك أثره هذا الإنسان لا يزول بسرعة أما أثر بين قسين النجوم بتصور يعني قسم منهم مهم بحبه أنا لكن أثر يزول يعني بتم إنتاج شخص آخر نجم آخر أحلى أجمل أمتع ألطف مهضوم أكتر كذا بيمسح اللي قبله أما عمل الممثل حقيقة أنا هو عمل ثقافي عمل فيه كثير من الجهد فيه كثير من البحث بالإنسان علم النفس علم الاجتماع طيب كل هاي الأشياء بتخلي الإنسان هذا يعني على أرضية صلبة أكتر فتحت لي باب لفوت على موضوع تاني كمان يلا أنت من أنت وصغير التزمت قررت شفت وين بدك تروح مشيت عليه فوقست عليه مشيت عليه جيلي اليوم وين بتشوفه إن كان بالحياة وين كان بالتمثيل اللي عم تحكي عنه هالمخزون هالطراه بتشوفه بالجيل الجديد لا هذا ما بقول الجيل الجديد من الشباب بقول الجيل الجديد من الحكومات هو اللي بدك تبحسي فيه آآ يعني دائماً عم نتهم هذول الشباب إنه هذول جيل أين أنتم ذاهبون وين وشو صاير فيه كون طب عندهم مسرح عندهم سينما عندهم رواية عندهم قصة قصيرة عندهم حفلات موسيقية في جامعاتهم عندهم مسارح في جامعاتهم نوادي سينمائية في مكتبات بجوار بيوتهم هذا اللي بدنا نحن نقول الجيل القديم من الحكومات العربية كانت توفر لنا ولمن قبلنا هاي البعض يعني بالحد الأدنى من إمكانية أن يقرأ الإنسان رواية قصة قصيرة بيتهم شعر المدرسة كانت أنيقة المدرسة كان فيها زهور كان فيها شوية ورود كان فيها شوية عطف على هذا الإنسان القادم ليتعلم ليتربى ويتعلم وزارة التربية والتعليم التربية أولا ثم التعليم فنحن بدنا نكمل عمل الماما اللي حكيناها إنه ربت بدنا نكمل التربية هاي المسألة هاي الفواصل ما بين البيت المدرسة الشارع المجتمع اليوم النت اللي قالت عن الأرض إنها قرية صغيرة وهي ليست كذلك أنا بقناعتي إلا لأصحاب رؤوس الأموال على مستوى الأرض إن القرية صغيرة وينما راحوا إيه فيه لهم بيوت وقصور وكذا هاي الأرض باتت يعني كتير معقدة وكتير صعبة إنه الإنسان يفهم 100% فإنزلاقه إلى أكثر من مشكلة وأكثر من قضية قد يكون خطير هؤلاء الشباب اللي عنا نحنا خلينا نقول الوطن العربي أفريقيا أو آسيا يعني بس خلينا بالعرب الحكومات العربية ماذا تقدم لهم ليكونوا حقيقة خارج الصفات التي نصفهم بها إنه وين الآن مظبوط يعني أوكي تعرف دويتلي على نقطة أبدا أبدا ما كنت متبهت له سيد كارين يعني أنا ما بقدر حط بإيد ابني وبنتي وهي صف يعني خامس سادس موبايل أقول لك ما شاء الله يعني بتشتغل على الموبا راحت للمصيدة خدها على مسرح ما في مسرح بدك تاخدها على سينما ما في سينما ما شيء للأطفال ما في حديقة عامة مثل عالم الناس مية المية بكل حي بكل تجمع سكن ما فيه طريق نحن عنا طرقات ما مخططة بتخطط الطريق بيصير اسمه شارع يشرع لك حصة المشات وحصة السيارة ما فيه في عنا طريق يطرقوا من كل ذي شرعة المدني العسكر فأنتي بدك تنظمي بدك تنظمي حركة الإنسان بمدينته بقريته بضيعته والفلاح ما يهرب العامل يصير يبتكر إلى آخرين ما عم بحكي أنا حواراتك لكن هاي ملاحظاتنا فلن تهم الشباب نتهم الحكومات العربية ماذا قدمت للشباب إذا بنا نرجع لدراما بمسلسل الزند نعم طلعت بشخصية إدريس بوجه مشوه ما عندك تردد أبدا إنك تطلع بوجه مشوه هلا هو ما هو مشوه هو هو طعنة في عينه طعنة في عينه طيب إذا طعنة في عينه مش مشوه شو بدك يعني نعمل له خارطة نزيحه للوجه نزيح ونعمل له اللي بدك إيه أنا إذا طلعت لحبة بيعتبر حالي مشوه طعنة في عينه مش مشوه طعنة في عينه يعني هي كي أنبسا حبيت إلى المصطلح طعنة في عينه طعنة في عينه وبعدين طعنة في عينه الثانية آه وبعدين إيه كمان طعنة في عينه الثانية كريزيس بالمسرح اليوناني أعمى حكيم لكن أعمى نعم إذا بدك تطلعي على المسرح ممكن يعني نعم بس في السينما هذا الممثل يكون أعمى ألباتشينو بعطر امرأة أعمى صح مزغوط فهو ما حاطت هاي التشوهات اللي عمت لم يطعن في عينه لم يطعن هاي جملة الحلقة على فكرة طعنة في عينه هايدي بتعرف شو خرج؟ خرج ابني بفحص الكواعد أعرب هذه الجملة طعنة في عينه هون إنسان فعلا وقع عليه على الحادث نتيجة سلوكه قتل ابن قتل أب فالابن انطفض والعين هذا المجرم بالنسبة للولد وبنهاية مسيرته أيضا يلتقي مع نفس الصبي اللي بياخد منه كمان بالثقر منه فهاي بدك تساويها الشخصية بدك تحطي ما حطيته وبدك تشتغلي عليه بهدوء برصانة بلطافة بأناقة بتحمل ما يمكن أن ينتج من شيء له علاقة بي يعني فيه مادة ملزوعة على كل عينك وعمية العين حقيقة عمية مسكرين على الآخر ايه يعني ما فيه إنه غباشة شاية لا على الإطلاق ولم بيصير أعمى بالعينتين خلاص ما بتعد تشوف؟ بالضبط عملت البروفا الحركة قبل ما حطت المكياج للعينة الثانية بعدين عملنا التصوير أوكي مع أستاذ سامر برقاوي مخرج يعني فكان إنه علي أني أعرف الطريق هذا الشي بدك تتحملي يعني دوخة أو غثيان ايه أو ظلمة يعني أنت ما شايف شيء وبدك تكوني مركزة وتعرفي الاتجاهات طبعا هذا الشيء صعب لكن بالصبر بيصير كل شيء ممثل مخضرة ملاقيت كل التفاصيل وقتها تكون أنسات ما بيهمك الشكل مهم أن أدل شخصية لما بتكون عم تحضر أشياء عنا بتعرف النساء ما عليش يعني مهمة بدك تغفرنا خطيانا لا تقبل نحنا النساء كتير ما نحب نزبط حالنا وننفخ بحالنا ونرسل مع حالنا لا 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 ما نشوف كتير ممثلات حتى ما نتهم كل النساء بعض الرجل بس أنا أكتر نساء كتير عاملين بوشهم ولحد ما ملامحهم راحت ما بقى يعبروا لا زعلين ولا مبسوطة ولا هيدا ملع الحواجب الهيك أنت بعين الممثل بس تحضر هيدا الشي بنفرك تحس بنفور أنه ما عم صدق هالدور ما عم صدق هالمسلة هذا يعني له علاقة بالتلفزيون والموضة والدخول بمسارف الاستهلاك وغير وغيراته معلش لا أنا بحب الطبيعي الشيء الطبيعي الشيء اللي نتكون طبيعيا عندما يكون للمسألة اللي العلاقة بالشيء اللي عم تفضلي في حضرتك يعني الشيء يعني ضرورة تزبيط أمر ما بالوجه أوكي يعني تجميلي هات أما الشيء اللي عم تشيري إلو حضرتك لا أنا ضده طيب وبتكبر شوي هالمسلة استيز وما بتعود ما بيعودوا يقولوا لها تعي عدور طيب شو بدي ساوي لا بروح لعندبلا فلا ما تعملي لها طيب أوكي من حلة في بلس في شيء اسمه القطيع بيمشي بالعالم عبر النت وعبر الاستهلاك وعبر تجارة الشوبينج وعرف إيش فبالنروح الناس إذا ما وعد ممكن تخرب وجوهها أنا ما عم بحكي عن ممثلين وممثلات عم بحكي عن الحياة يعني لا يعني الله أعطاني هذا الخريطة اللي بوشي هاي هي طبيعتي وهذا هو ألواني وهي هي حقيقتي بتعبر عني بتعبر عن من أنا من ناحية الحسية من حاحية الوراثية يعني أنا ورتان صورة أبي مثلا أروح غيرها ونفخها أمي بتزعل بعدين تجفاية تنسوا من الموضوع هن هن وصلوا لمرحلة ما همون أسخورة والأنا والتعبير والنفس يعني أنا ما بقدر أقول أي شيء إيه ما بقدر أقول أي شيء لأنه في شيء موجع على مستوى الأرض مشهته وفي ضاعة لازم تنبع برافو عليك إذا بدنا نحكي هلأ فتحنا صيرة مسلسر الزند حبيت تايم حسن بالزند أكتر ولا بتاج أكتر لا أنا بحبه دائما بعيدا عن الزند بس نحكي عن الإبداع السوري ونحكي عن الكبار منحكي عن نجم سوريا مثلا بس عم كوسا أيمن زايدان فيز قذق هلأ قذق قذق يعني منحكي قذق أوكي لما منحكي عن هالثلاث أسماء من هو نجم سوريا من هالك نحن أنا بحترفون كل أصدقائي اللي ذكرت يوم أصدقاء ولي معهم حياة طويلة كشباب احترامي إلهم تحييتي إلهم ما بصنف نفسي بهالطريقة حقي ما بحب تصنف يعني إنه أول ثاني ثالث لا بحب مع كل مبادرة مع كل عمل يكون مهم بحد ذاته انتهى الأمر فهي نقاط تجتمع مرة من المسرح مرة من السينما مرة من تلفزيون على أن تكون هاي النقاط مهمة دائما كرصيد إلي نعم ما بقدر حط حالي بمنافسي مع الآخرين وبحياتي ما كنت بهي الأمر لا سبب كنت عم نافسي الزمن ومع الزمن دائما أنت خاسرة دائما بضضبط خاسرة نعم ما بتقدري أنت تكوني منتصرة مع الزمن صح يعني مع الوقت اللي متبقي إليك صح أما أنت بدي نافس أنا فلان أو علتان قد يكون كسول أو قد يكون خمول أو قد يكون غير يعني غير مهتم لا بعملي ولا بالتنافس معي مثلا فهون ممكن أنا أتلكى وأتوقف عند هاي النقطة القريبة منه أما عندما يعني تنافس مع الزمن والوقت والإحساس بأنك لن تكوني من المنتصرين فيه هذا بيخليك دائما بحالة استنفار دائما لتقديم ما هو أفضل وأرفع مما قدمت فعندك نقاط بدك أنت جمعية قتل منها بهرجات أو بشي فقاعاتك يعني خاصة بالتلفزيوم نعمل هيك بشي أوكي عملناها بس اللي بعدها شو واللي قبلها شو هان النوع من التفكير نعم شو المشكلة أنه العمق اللي حضرتك عم تحكي فيه ما أنه السائد يا سيدتي أنا عم بحكي جزء من الشيء اللي فكرت فيه وساويته حقيقة ضعر اي فهذا والشباب يعني اليوم لازم يفكروا بطريقة كل واحد لحاله أنا ما بعطيهم طريق التفكير لكن عليهم أنه يفكروا بالزمن الزمن غدار يسابقوا الزمن إذا بقلك دريد لحام نعم ذاكرتنا وبهجتنا ذاكرتنا الذاكرة ها دريد لحام جيل يعني كامل من أجيال كاملة من سوريا بتسمته لبنان والوطن العربي رسم على شفاهنا البسمة من طفولتنا وهذا أستاذنا يعني هو واحد من أساتذتنا تعرف أنا بس أقلي دريد لحام شو بقول ها فطم 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 يا بطين البيت المونة وبكرة لما بيجي البرد ما في ليري كانونة صح الله يمت بعمره وأيديم صحته والله يرحم نجاح حفيظ اللي كانت فطومة قدمت برمضان الماضي أربع شخصيات كاسر عظم اثنين صديقات أغمض عينيك عزك يا شام كيف فيك تقدم أربع شخصيات بأربع مسلسلات عم يتصوروا بنفس الوقت كنوا عم يتصوروا لا أحياناً بيشتبك موعد مع التالي بس يعني أوكي مع بعض سلامتك سلامتك يعني مع بعضهم ما خفت الناس تضيع بمسلسل ومسلسل شخصية وشخصية أو تستمتع بهالتحدي بينك ومن حالك يعني هذا يمكن الخبرة شوي صار فيه إمكاني الواحد يشتغلها الاثنين يعني ما هن كلياتهم بنفس الحجم يعني الزكية الشام هي عبارة عن حلقة من حلقات نعم لكن بصديقات وبأغمض عينيك لا كان فيه شخصياتين متمايزتين حكى كثير عن أغمض عينيك نعم كان علينا أنه نرصد هاي المسألة علينا كموصل أن نرصدها ويبقى الباقي للمخرج هنا وهناك يعني شيء من التنظيم شيء من الترتيب شيء من الصبر شيء من اللطافة مع هاي الشخصيات العمد كونية يمكن شيء من الصبر واللطافة مع الذات كمان الواحد ممكن يتعب كل هذا الشيء بيخلي الواحد يوصل لنتائج مرضية إلى حد ما طيب يقال إنك الأغلى أجرا إيه ما خلصت السؤال السؤال بعم ما خلص يقال إنك الأغلى أجرا سمعة طيبة رؤ علي من بين أبناء جيلك صح أم غلط لا مو صح مو صح لا بس كمان مو غلط أنا ما ما بفتش ولا ببعرف ولا بحياتي قلت قديش فلان وقديش عالك لا أنت بتاخدي قناعتك واللي خليك دائما غير مغبونة بدخولك إلى هذا المسرح أو السينما أو التلفزيون تشتغلي شغلك تطلعي صح غير مغبون نعم يعني أما عفوا فلان هداك أهم مني وليه ما برضا برضا لا لا ما بدخل بهاي أخدي الشيء اللي بيرضيكي بتمشي فهذا الشيء أكيد أكيد ما أصلا بدأي لك شيء كل المبالغ قليلة عليك تسلمي تسلمي الله خليك شكرا والله صدقا صدقا نحنا الليلة ربحنا سروة بهالحوار الرائع أنا أنا بصدقا بيشرفني مع حضرتك والشباب الحلوين والجمهور اللي عم يشوفني أدمت ثنائية أنت وعزيزتنا ورد الخال بي للموت ثلاثة بالضغط وفي تجربة مع نادين ناسي بن جيم برجال الحسن أديمة أديمة صحيح كيف بتوصف هالتجربتين الثنين كانوا لطيفات يعني ورد الخال بعرفة بأكتر من لقاء وكذا وحتى مع أنه كنا نويها بمسلسل مش للماتي للموت أي للموت باللي قبله باللي قبله لكن للأسف ما كان في أي شيء له علاقة بيني وبينها لذلك هي زالت وأنا زالت كمان تحياتي إلا دائما أكيد نادين لقائي معها كان قديم يعني كان بمسلسل اسمه رجال الحسن فعلا كان جاية تقوم أول مرة أمام الكاميرا أعتقد كانت أول مرة فكثير كان اللقاء هيك لطيف وشفاف بتأعرف اللي عم بمسل أول مرة ويطلع له أنت لا شو بيحس شو عامل بحياته اللي يمسل أول مرة وتطلع أنت أنا لقلت شغلة شو لقائي مع الشباب خلال فترة طويلة بالمعهد المسرحية بسوريا وبرات سوريا بيخليني أنا اللي خاف بس أنا شوي أنا بيخليني خاف لسبب أنا قادر خبية لأنني الأكبر موش أنا الأكبر هيك بدي أخذها قناعتي خليني خليني الأكبر أنا الآن 63 سنة العمر كله الشب الصغير أو البني الصغير اللي بالمعهد المسرحي قدامه 60 سنة فأنا قدامي ساعتين لا العمر كله ما نعرف فهي الأكبر بس أنت أكبر حقيقةً عم تقوله الطفل الصغير هو اللي إيجا الآن سيرى ما لم نراه ولا يعني ما رح نتخيله فبدك تحترمي السنوات القادمة بهذا الإنسان اللي رح تكون بعد موتنا منهم بتم يعني أنا علاقتي حقيقةً مع الشباب وهي شغلة مقصودة يعني وفيها احترام لهذا الطفل أو لهذا الشاب أو لهذه الصبية أكثر منه العطف الطفل ما بيحتاج للعطف بيحتاج للإحترام الكبير بيحتاج للإحترام والعطف مع بعضنا فأمامها كنت بذاك الوقت ايه منتهى الاحترام تلبكيت؟ لا لا يعني كان كل شيء أوكي كان شيء يعني يمكن كان في شيء في فعل قاسي إنه بدي أعمله حاولت ما أمكن إنه يكون شيء معابر بدون ميئذية خصوصاً إنه المخرج إستاذ نجدة أنزول كان مصر لك يا أخي خلينا ناخده هيك لا بدك تعمله فوق أنت المحترف مع محترفة ايه فا وأنت شايف سيدة جميلة شغلة لطيفة لطيفة ولازالت حتى الآن تقدم ما تقدم وتحيتي إلي دائماً ايه طبعاً ايه طبعاً تعرف أنت الحروب بالدراما المشتركة وليش بيجيبوا ممثل لبناني وليش بيجيبوا ممثل سوري ونطفوا بعضهم للمسلين وطلعوا ب... وعملوا حلبة مصارعة شي يفوت وشي يطلع وشي خزقوا بالتام وشي... من كل هالموموعة كلها ايه؟ ما رأيك فيها؟ يعني أنت عب تشارك بمسلسلات انت جات مشتركة هيداً اللي بيسموها لبنان السوري عيب 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 قلت أكثر من مرة قلت أكثر من مرة مو معقولة أنا أتباها مع الأمريكي والإنجليزي والفرنسي والصيني والروسي وما أنه عملت أنا دور بباري وعملت دور بشانجهاي ولما يجي يعني أخي ابن جلتي ابن كلمتي شح صير مشتركة مين للك مشتركة؟ أنا مالي مؤمن بالحدودell Physics لقد أتبت ح assignable لغتك ما فيه مترجم بينται مابي صير عيب عيب يجب أن تنسيلي كنا نوجي لهم من الوحد الثلاثل من تنسعين وأطد مسرحيات كان جمهور عظيم ثماماً كجمهور دمشقو حلب جمهور بيروت أنا بفتقده كمسرحي بفتقده هذا جمهور يتجمهر غير المشاهد اللي بيشاهدني هؤلاءك مشاهدين طب هذا هو اللي بيخلي الأمور طرية الفنون، الآذاب، اللقاء بين بعضنا البعض خصوصا على مستوى فنانين إذا كان عندنا الوعي مفروض انزيح هاي الأسئلة ونعيب طب ليه وصلوا لهون؟ بل ما كنت بالمعمعة تبعا لا هون و لا هون بس بسمع عنهم بس ببعد لبعيد وخلال مشاركتي مع مسلسلات هون مع الشباب يعني سواء كان مع شركة إيجيل فيلم أو مع الصباح بالزند في من هون من هون في أحباب أنا هون يعني أحمد الزين طبعا رفيق علي أحمد الناس اللي عم يديروا هالمسارح مسرح المدينة عزيز على قلبي أنا مسرح البكاديلي عزيز على قلبي كان وما زال كما كان مسرح البيروت مسرح بابل السينمايات اللي كانت موجودة اللي كنت مر من جنبها وأنا نحن جايين مشان مسرح بس كنا ندخل أحيانا هذا وين وهذا كله هذا اللي بيجمعني أنا وياكي مش كال لبناني وسوري ناس موجودين إلى جوار بعضنا مصيري من مصيرك على الفنانين أن يكونوا أرقى من مسألة بعض العبارات اللي ممكن اني روجوه لأسباب تتعلق بمصالحهم هي المادية ولا تعرف قلت جملة كتير مهمة هلأ استوقفتني بحديثك قلت أنا لا أعترف بالحدود اللي قطعتها شوفي ستكاريني كل الحدود بين الوطن العربي بين أحياز الوطن العربي سيكس بيه كوية بسمي أنا تتعرف شو صار كرميل هالحدود كل ما يعني كلها تم مرسومة بالمصدرة إلا الحدود بيني وبين هالمكان اللي أنا فيه الآن لبنان مرسومة بطريقة تقسيم عوائل وعشائر ونصة هون نصة هون أتحدى واحد من الشباب أني يعرف من السماء ما بيقدر من السماء لأنه مو بالمصدرة طائرة طبعاً البقية الباقية من الوطن العربي مرسومة بمصدرة يعني بشوفي خط هيك معقول يعني هون بتروحي على الخط ما بتشوفيه تطلعي ما فيه خوين الخط بس بتشوفي واحد عم ميلك وين راحة والتاني وين جاي فأنا راح لعند رثيه يا دل هوني قاعدين هوني بنا نروح نشوفه اللي ليش انت عم تعملني كنزلاء سجن جايين لعند نزلاء سجن سايكس بيه كوي سجون حسية هاي أنا ضدها عن فكرة كتير 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 حلول عم بتقول ما بدي كتير حلول يعني عن جد الوحد بكل ياتنا راحنا على اوروبا مدام مدام كالي ليش كل ياتنا بنقول دور اوروبا بهاي شقفة يورا طبعاً اني ناضلوا وحاربوا وتاريخ طويل لا وصلوا لهون انه يا اخي الانسان لازم يكون حر شو هي الحدود خليه يمشي بأميركا اكتر لانه بيعرف انه هذا لازم يمشي لحتى ينتج نحنا كل هذا الشيء ما امنين فيه صلناه عما يعني له نشيد وطني كل واحد وعلم وجنسية ما كلها جنسية عربية بس لا صار فيه جنسيات وكذا هذا مؤلم هذا مطلوب نحنا كفنانين يفترض دائماً نحكي فيه مش نتباهى انه أنا لأ رحت لعنده دوك ما عبدي هدول وهدول بدي لوح لا وبعدين لأ صلنا مشتركة ماي للك مشترك انت نفسه عم يحكي يعني عم يفهم عليك وتفهم عليك مافي مترجم تعريف قدام حكيك والعمق اللي عم تحكي فيه والصدق اللي عم تحكي فيه وقتر من العمق فيه ناس بحكي عمق بدون صدق بيخجل الواحد يعني تكون عن جد عن جد بكون بدي اسألك سؤال تعريباً بقول أنا عيب ينسى السؤال أكتر من هيك لأنه بحكيك ختمت فيه لا تفضل ليك حبيبي خليلي إياك عن جد لا بسعد لي ويشرفني كم معاك حبيبك خليلي أنا بي قبل ما أختم أنا وياك الحديث بدي أعرف شو مشاريعك المستقبلية عفكرة أنا تفضل بيني وبينك يعني ما تغل لحدا مسالة مسالة مسالتش خمسة مسالسالات من بيناتهم واحد اسمه التحدي اهلا وقفت قدام مين أنا ومين مشاهدك للوقت أنا والأستاذ بسامكوسة أنا مارق علي مسلين بحكم شغلي لأني بحورهم وفننين بس عن جد بما أنه حضرتكن هيك من نفس الجيل وعبالي هيك إجملكم كلكم أنا كنت ضل قول بس أطلع من المشهد أنه استاذ بسام استاذ كبير هالقد وعنده خبرة هالقد وأنا شو هالقد مقبيله بالخبرة وبالمعلي بتعرف قدمة متواضع قدمة شبعان قدمة مثقف أخجل وقارن بغير المسلين الأرض مش ساعتوا النزارة وهم يعني بدون مليار سنة فحضرتكن من هيدا الجيل عن جد أنحنة جليلاً وإحسراماً لألكم عن جد بساعدني بساعدني وشرفني يكون معي ومع الشباب ويعني إذا كان واحد عم يحكي يعم يحكي عن شيء من ذاته شيء من حياته شيء من تجربته وخبرته اللي بيتمنىها الإنسان أنه يصير أرقى وأرفع وأهم وأعمق مع الأجيال اللي بالوطن العربي يعني سواء بلبنان سوريا أو بأي مكان بالوطن العربي هذه القوة يعني متوخات مني أنا يعني متوخات من كل إنسان إنه علاقة بالأدب والفن والفكر بالمعنى المهم للكلمة لا بالمعنى للصعراضي أستاذ بسام كوسا واحد من نجومنا واحد ممثلين أحد أهم الأساتذة حقيقة في سوريا بفن التمثيل يعني كان إذي لقاءات معه أكثر من مرة واثنين وثلاثة ببدايات شبابنا وما زلنا أصدقاء نحن جيل تعب وجيل عانى صحيح ظروفنا مما كانت يعني ميسورة تقريبا يعني كانت قاسية بس ما كانت لكن تعبنا وقرأنا وكان يعني ما بيقولوا هيك شنشطنا ماين شنشطنا شنشطنا وعلمتنا الحياة الإمكانية أن يقف الإنسان دائما ويمضي للأمام أكثر وأكثر واليوم في ظروف قاسية سواء بسوريا بلبنان بالعراق كنت بالعراق بالأردن كنت قبل شهرين ثلاثة بالأردن الشباب يعني عايشين ظرفتي قاهر مش من الناحية المادية قد يكون المادة موجودة قد تكون السيارات الفارهة موجودة لكن الضغط النفسي اللي نابع من قضية أنه أنا ما عم بتقدر كون منتج على مستوى عقلي على مستوى أدبي فني فكري بدي عبر عن حالي يا أخي بآلة موسيقية بقلم بيها هاي مسألة بتحسيها وين ما نحن بهذا الوطن لم أسمت ما تلك هيك أحيات سيكس بيه كوية كل يوم حسينا أنه نزلها سجونة في كيه صح؟ هاد يحتاج إلى حتمة بإدارة هؤلاء الشباب جيلا تلول جيل ليكون هناك نعوب فالشي اللي حسيتين مع الأستاذ بسام شي لطيف وأنيق ويعني بتمنى لك دائما تكوني أحلى أهلا وسهلا فيك أنا تشرفت بمعرفتك اليوم وبهالحوار الجميل جدا شكرا لليك وكنت قيمة مضافلة برنامجنا أهلا وسهلا فيك أنا تشرفت بوجودي معكم بهالبرنامج بهذا التلفزيون وتشرفت بوجودي مع هؤلاء الوجوه الحلوة والجمهور الكريم والجمهور الكريم واللي شفناه اليوم خليليات أهلا وسهلا فيك مين أدك شكرا لوجودك مشاهدينا وصلنا لختم حالتنا للليل من مين أدك ملتعنا الأسبوع المقبل إلى اللقاء خليليات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة